هنا حتة مهمة جدا قصة في منتهى الروعة فسألت عقدة الخواجة قالك احنا عندنا نوع من الهزيمة النفسية ان اكيد اي واحد برا في اوروبا وامريكا اكيد ازكى واجمد وقوى وقحلى وقلز من الوطن العربي والشعب العربي والمسلمين ليه؟ قالك لانهما برا لناس متقدمين وناس حلوين وناس راقيين وناس كذا وكذا فبلادهم المتقدمة دي صبغت على كل واحد فيهم فبقى اي حد فينا عنده هزيمة نفسية تجاه اي حد برا فبقى عندنا عودة الخواجة اكيد الانسان اللي من برا بتاع بلاد برا بيفهم اكتر من المصري ولا السعودي ولا لبناني وده غلط غلط لان ما ينفعش صبغة البلاد المتقدمة تصبغ على كل افراد الشعب ولا المتأخرة تصبغ على كل افراد الشعب لان في برا في بلاد متقدمة ناس عندهم جاهلية اكتر من العرب قبل النبي عيسى والسلام وفي دول نامية غير متقدمة ناس هم رقم واحد في العالم بسبب انه اتقن اللي بيقوم به اراركم مقالة في منتهى الروعة تكتبت في جريدة المصر اليوم بتاريخ 7-5-2009 بتتكلم عن عودة الخواجة كاتب مشهور اسمه استاذ قسامة غريب بيقول كنت في زيارة لندن انا بس عادي اثبت لك ان احنا ازاي عندنا الناس جمدة بس انا سعب بننبهر باللي برا على الفاضي بيقول كنت في زيارة لندن ذات يوم عندما كسر كعب حذائي وانفصل عن بقية الكعب الكسر بتاعه بينما كنت اسير في الشارع فاخذاني احد اصدقاء الى دكان صغير في لندن يعمل به اسكافي اسكافي يعني بيصلح الجزم شديد الهمة والنشاط تعرفت على الشاب وكان اسمه باتريك ووجدته مغرما بمصر وبيتمنى زيارتها تبادلت معه الدعابة والنكت حتى خرجت من عنده ونحن تقريبا اصدقاء يقول الحقيقة ان باتريك الاسكافي الانجليزي قد اعاد الكعب للحذاء بمهارة يحسد عليها تمر السنين او السنون وتجعل الصدفة التقي بالاسكافي العظيم مرة اخرى في مكان لم اتصور اني القاه فيه خد بالك القصة اللي تسمعوها دي ماينفعش نعممها يعني مش كل الناس بتعمل زي اللي حصل ده لكن ده واقع وبيحكي اسامة غريب يقول شفته الاسكافي ده فين في احد المدارس الدولية الانجليزية بالقاهرة كان باتريك الاسكافي يدخن في المدرسة بعدما اصبح يشار اليه بالمستر باتريك مدرس اللغة الانجليزية لم اصدق ان باتريك قام بيقوم بالتدريس وقتها توجهت لي وسلمت عليه فلم يتذكرني لكن اعدت دردش معه شوية لغاية ما فكرته بنفسي لما كان بيصلح لي الحذاء بتاعي بمنتهى الاقتدار فتذكرني وضحكنا كثيرا الجميل انه لم يتنصل ما انكرش من ماضيه ولم ينكر ان باتريك الاسكافي العامل بالدكان بشارع موزلي في لندن لكنه اكد ان المسؤولين بالمدرسة هم الذين التقطوه اثناء قدومه الى مصر للسياحة وآلحوا عليه واقنعوه بان يعمل مدرسا بمصر فلما استنكر وشرح لهم انه لم يحصل على قصة معقول من التعليم ولم يتلقى تدريبا على التدريس انت ممكن تبقى بتعرف تتكلم لكن مطفش الدرس انت ممكن تكون عندك معلومات لكن مطفش تعلم على الاطفال دي مهمة جدا هو ولا تعلم ولا كمان اتعلم ازاي درس اقنعوه بان التدريس بمصر لا يحتاج الى شيء من هذا وانه يكفيه فقط ان لغته الامن هي اللغة الانجليزية حتى لو كان بيعمل بالتصليح الاحذية احترام التخصص وعدم الانبهار احنا عندنا الناس جمدة جدا فبلاش يا جماعة نتصدم في نفسنا احنا جمدين احنا كويسين فخليك راقي انت في نفسك خد بالك هفكركم بحاجة قلناها في الحلقة مهمة جدا عالم الزرة لو كان مظبوط في موعده يبقى راقي حارس العمارة البواب لو كان مظبوط في موعده يبقى راقي طلب السنوية عامة لو كان مظبوط في موعده يبقى راقي عالم الزرة لو كان بينجز المطلوب منه يبقى راقي حارس العمارة لو بينجز المطلوب منه يبقى راقي صاحبنا اللي في السنوية عامة لو بينجز المطلوب منه يبقى راقي عالم الزرة لو بيفهم في شغله يبقى راقي الحارس العمارة لو بيفهم في شغله يبقى راقي الليف سنوية عامة لو بيفهم في شغله يبقى راقي عالم الذرة لو بيصلي يبقى راقي حارس العمارة لو بيصلي يبقى راقي صاحبنا الليف سنوية عامة لو بيصلي يبقى راقي مش مهم انت بتعمل ايه المهم تعمل الحاجة اللي بتعملها صح